أما ضمن المجموعة السادسة فيصطدم المنتخب البلجيكي بنظيره الكندي في جولتهم الأولى وتسعى بلجيكا لتكرار سيناريو النسخة الماضية حين احتل الفريق المركز الثالث يلتقي المنتخب البلجيكي مع نظيره الكندي باستاذ أحمد بن علي ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة السادسة لكأس العالم المنتخب البلجيكي يتطلع لتحقيق فوز مريح على المنتخب الكندي في ثاني مواجهة مباشرة بينهما في التاريخ مستغلا خبرة لعبيه الكبيرة رغم غياب روميلو لوكاكو بسبب إصابته وشاركت بلجيكا في كأس العالم للمرة الأولى في عام 1930 وتأهلت أربع عشرة مرة للبطولة ويعد روميلو لوكاكو هدف بلجيكا على مر العصور بكأس العالم برصيد خمسة أهداف وتعد أفضل مشاركة للفريق في النسخة الماضية حين احتل المركز الثالث وحصل على الميدالية البرونزية على الجانب الآخر تشارك كندا في كأس العالم للمرة الثانية بعد ظهورها الأول في مونديال المكسيك عام 1986 ولم تسجل كندا أي هدف بكأس العالم ترجمة نانسي قنقر